أنا مونير أبيزروسيس قناة لمشمل بين مغرب والجزائري لا أنتمي لأي مجموع لا أنتمي لأي حزب لا أنتمي لأي فقرة لا أنتمي لأي أحد أنا لست مع أي أحد ولست ضد أي أحد مكاش مباراة مجرات شفنا بلاطوهات عن الرياضة والله كلم في السياسة الداخلين في أمور لا يعنيهم الداخلين فيهم وخطأ كبير وخطأ فادح حدايا شفنا الناس مارسوا كرت القدم في محللين في كرت القدم يتحدثون عن السياسة سحراء أغربية مغربية بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أشرف المرسلين السلام عليكم وحمد الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي أينما كنتم وأينما وجدتم تحياتي لكم جميعا من قناة المونير أبيزروسيس قناة لمشمل بين المغرب والجزائريين الموضوع تعني اليوم أنا قررت أنني ما نتكلمش حول هذا الموضوع مباراة نهضة بركان واتحاد الجزائر نصف نهائي كأس الكل كونفيدراليا الإفريقية والأمور التي حدثت إطرى هذا اللقاء الذي لم يلعب وعودت نهضة بركان إلى الديار إلى الأراضي المغربية ولم تجرى هذه المقابلة لحد الساعة ما رفناش القرار لاتخذه الكاف أو تروح الأمور الفيفا والطاس هذه هي أخونا وتلك الكرام إذن حبيتنا نقول لكم في بداية الفيديو أنه أنا حبيت نتحدث على هذا الموضوع كي تبرد الحالة أنني نتحدث عليها أنا قدرت هذا الشيء في رأسي كي يبدأ هذا الموضوع إذن باش ما نركبش الموجة وما نمشيش مع التراند يا أخوتي لأنني حبيت نتحدث على هذا الموضوع من صاميم قلبي وإن شاء الله يوصل إلى قلوبكم المنورة يا أخواتنا وإخواتتي وما تنتظروش من خلال هذا الفيديو أنني نعطي الحق لهذا ولا هذا ولا شكون لي غالط وشكون لي ظالم وإلا آخره لا ليس هذا الشيء ولكن أريح نتحدث على واحد الأمر المهم جدا لما تحدث شعديه أي واحد ولم أسبع أي أحد سواء من طرف الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماع عنه يتحدث على هذا الشيء نزيد إضافة إن شاء الله هذا ما نتمنى وهي أخواتنا ونزيد ونشر الخير في مبينتنا ما تنتظروش مني أنني نزيد نشعل في نينانفتنا ولا نمشي مع جهة موعينة سواء من هنا أو من هناك كما يفعل الكل نقول الكل 99% إذا لقيته مغربي يتحدث يميل للمغرب مباشرة ما يشوفش كعل الحقيقة ولا إذا كان جزائري سواء في موقع التواصل الاجتماع في الإعلام يكون مع الجزائر وهذا ما كان وفي عقة الأمر ما جرى ثلاثة المقابلة أمور سياسية وليست رياضة وليست كورت القادم وأنا أعتبرها مصرحية كباقي المصرحيات التي تثار من وقت لآخر بين الجزائر والمغرب دائما ما تحدث مثل هذه الأمور لأنه شفنا هدوء تام عندنا مدة طويلة ما شفناش أي حاجة تثير الفتنة تتعاود تزرع تلك الفتنة في موقع التواصل الاجتماعي والبلبلة وغيرها حول هذه القادرية قضية الأراضي المتنزع عليها السحراء المغربية وكي أن يعتبرها السحراء أغربية أنا ما أدخلش في هذه الأمور أمور سياسية كل واحد الله يسهل عليه كل واحد يشوف في منظوره الخاص كل واحد عنده رأيه والاختلاف وغيرها وهذه تقعد بين السياسيين ورجال السياسة الله يبعدهم علينا وعليكم جماعين أخونا أخوة الكرام بأفكارهم لعافينا و ما حبيش نقول كنما هكتر من هكذا أخونا أخوة الكرام ثم تفهموا الأمور نحن كشعوب ما لازمش نطرقوا لهذه المواضيع وما لازمش ندخلوا في هذه المواضيع لأنه من خلال هذه المصرحية هما حابين اشتوا البلبلة اللي صارت في موقع التواصل الاجتماعي من هنا ومن هناك فهذا الشي اللي حابين يوصلوا له من خلال هذه المصرحية ووصلوا لهدف التعوم أنا لم أريد أن أتحدد في الوقت لسخنة الحالة ندير فيديو وراء الآخر باش نطلع نركب فوق الموجة ونتكلم نطلع مع التراند يا خوتنا حبيت كي تطفى الحالة وتبرد الحالة ندير فيديو ونتحدث على الموضوع ونعطي وجهة نظري ورأيي من خلال هذه المصرحية وهذا المسلسل الذي لا يريد أن ينتهي بين الجزائر والمغرب يعني السياسيين هذه هي أما الشعوب فأعيشين بخير والحمد لله جزائرهم متزوجين مع مغربيات مغاربة متزوجين مع جزائريات أعيشين بخير والحمد لله هناك سلطة الرحيم بين الشعبين الشقيقين هناك ناس تختم هنا في الجزائر لا باس عليهم الحمد لله جزائريين مقيمين في المغرب لا باس عليهم والحمد لله بسم الله ما شاء الله أما الأشياء هذه المفتعلة من ورائها طارتنا من هنا ومن هناك فأهداهم الله وهدانا أجمعين إذا حبيتوا يا خوتنا أنني نتحدث على هذه المسألة من وجهة نظري أنا رأيي الخاص وتحليلي للوضع هذا ندخل في السياسة نحلل من وجهة نظري أنا نحلل ما وقعه في هذه المباراة تع كرة القدم التي أصبحت يعني لا بد أن يتحدثوا عليها من خلال بلاطوهات تع سياسة وليس للرياضة ولا مكاش مباراة مجرات شفنا بلاطوهات تع الرياضة ولا تتكلم في السياسة الداخلين في أمور لا يعنيهم الداخلين فيهم وخطأ كبير وخطأ فادح هدايا شفنا الناس مارسوا كرة القدم في محللين في كرة القدم يتحدثون عن السياسة سحراء أغربية مغربية أراضي وكذا يتحدثون عن أمور سياسية وخاطئهم ولا تعنيهم فلابد منهم أنهم لا يتحدثون لأنهم رأيهم يزيدوا يخيروا في الفتنة في موقع التوصي الاجتماعي وفي الإعلام هذا يا خوتنا زادوا شعلوا النيران إذا معنا بالهم بشهروا كان مجرات المقابلة تسكت تقول أنا لا أتحدث أو لا أتدخل في مالي يعني هذه جارت أمور سياسية فاتي وليست موبارت وخاطئهم لنا رياضة واش نحل لنا هذا ما كان هذا هو الموقف الصائب والحق ولكن شفنا أمور مغيرة حدثت في موقع التواصل الاجتماعي وحدثت هذه مصرحية وحابين أنهم يلقحوا المشكل يأججوا المشكل يعني الصراع لأنه راحوا ينساوي الناس شوية لازم منطارة لأخرى يديروا كاش حاجة ينوضوا بها الفرفرة بعض الشعوب لتدخل فيما لا يعنيها في موقع التواصل الاجتماعي وبعض الناس اللي أنا مونير ألبيزروسيس قناة لمشمل بين مغرب والجزائري شوف لا أنتمي لأي مجموع لا أنتمي لأي حزب لا أنتمي لأي فقرة لا أنتمي لأي أحد أنا لست مع أي أحد ولست ضد أي أحد أنا مجرد شخص بسيط وعادي جدا يطرح أفكاره يزرع الخير يزرع الحب يزرع السلام يبعث برسائل السلم والسلام إنسان يزرع الأمل في الناس خاصة بين الشعب الجزائي والشعب المغربي نبحث على أمور الإيجابية لا أحدث إلا على الإيجابية في هذه القناة وأبدا لم أكن إنسان ليثير في الفتنة ولا يشعل في نيران الفتنة ولو أردت أنني نركب في الموجة وندخل في التراند لو وضعت أكثر من فيديو وثنين وثلاثة وأنا أتحدث طارة هكذا وطارة هكذا وطارة أميل إلى هنا ولا إلى هنا أنا لا أميل إلى أحد فهذه الصراعات صراعات سياسية ما لازمش تتقلوا فيها ما لازمش أننا نتحدثوا عليها خاصة فسخون لأنهم هم حابين أنه يروح بعيد هذا الشيء لأنه واحد شوف أنه الصحراء هذه مغربية فهنا يربح بعض النقاط من هذه الشيء المصرحية لدالوها والآخر يدعم البوليزاري والسحراء الغربية فعنده فايدة أيضا في كل ما يحدث باش يسمع بها العالم كله يعود يسمع بها لما سمعوش بهذه القضية وما عرفوهاش الآن تروح للعالم باش كل واحد يضرب على مصالحه وهذه السياتة العافينة لمحبيناش أننا ندخلوا فيها لأنه بعض اليوتيوبر نشوفهم والله يتحدثوا لا علاقة يا أخوتنا المهم يمير الجهة التاعه إذا كان البلد التاعه وسمه كذا يمير البلد التاعه هذا مغربي يمير المغرب تلقائيا والجزائري يمير الجزائر الواحد يعطي الحق لنفسه أي واحد أنا وجهة نظري الخاصة يا أخوتنا لا أتحدث بها في هذه الفيديو لا أشتش أي واحد يتحدث على الموضوع يحلل فيه شغل هو طرف جزائري ومغربي أنا نتحدث ونحلل على هذا شي هذا فقط الذي حدث أنا يشوف الناس أنهم لم أحس روح الحق والحقيقة ولم يحسس إلا يتحدث على المجموعة التاعه على الفرقة التاعه على الحزب التاعه على البلد التاعه على المجموعة التاعه ميناقش بيحللش الموضوع ولا يحلوا بالطريقة الصحيحة ويعطي الحقيقة كل واحد يعطي الحق لنفسه هذا فقط اي شيء مفتعل بين الشعبين بين يعني الدولتين الجزائر والمغرب هو صراع بين السياسيين هذا فقط اما الشعوب لا علاقة والله جمهرنا هذا التبركين جاو على ما اظن انا ما تبعتش قاع ما حبيتش انتبع قاع هذا اللقاء والله ما تبعت ودو الله اعلم نورمار مو جاو هكذا صار لهم اي شيء في الجزائر مع الشعب الجزائري ضربوهم سبوهم قلو لهم كذا الشعوب الحمد لله حتى الجماهر الجزائرية كي تروح تتنقل الى المغرب الحمد لله جامع لا صارى مشكل بين الشعبين المشكل بين رجال السياسة يتضربوا على مصالحهم الشخصية على عرشهم على امورهم الله سهل عليهم هذه هي واذا حبيتوا نحللكم ندخل في السياسة تحليل سياسي حول اللي وقع حول الموضوع تعناد بركة واتعاد العاصمة شكون اللي عنده الحق إذا دخلنا ندخل في السياسة أنا ما نحبش نتدخل ولكن إذا حبيت نقول لكم وصرا وشكون الغالط في هذه القضية كتبوا لي أسفل في التعليقات هذا فقط ندخلوا ونشرح لكم الأمور وأنا لست مع هذا أوذاك نقول لكم عنده كيفا جرات والقوانين لموجودة وغيرها القوانين اللي داروها هما هكذا وبعد القانون هذا مكتوب برك فوق الورقة يعفسوا عليه اللي قاوي اللي عنده دبلوماسية قاوية اللي عنده نفوذ وكذا هو اللي يديها في الآخر نفرغ منها لاستعمل الكولاسة وغيرها لا عفن هذا يا جاعة ننميل لهم أنا ننميل للشعوب البسيطة للناس البسيطة لمعنى داح تعلق هاني مع رسو بيتخلف أمور سياسية تضربوا وتمى ولا تقتلوا ولا تحاربوا الله يسهل عليكم تحية الشعوب وفقد شعارنا الدائم الأبادي خلونا نعيش في سلام ووئام الجزائر والمغرب ندفعات لو حفظه إلى فيديو آخر السلام عليكم